يرجى من حضراتكم ان ما حدش يرجع يتفرج على حلقة التريلر رياكشن اللي كنا عملناها الفيلم كيرا والجن لان دي دلوقتي تصنف كحرق مباشر لاحداث الفيلم لولا شوية التواضع اللي عند البني ادم بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو كيرا والجن حلقة النهاردة بقدمها بالشراكة مع موفيز بوبكورن حسابات موفيز بوبكورن على تويتر وانستجرام هي طريقكم لكل جديد في عالم الترفيه من اخبار وتقارير ومسابقات واراء وتشكيلة متنوعة من المحتوى المتميز تابعوهم دلوقتي حالا من اللينكات اللي في الديسكريبشن وطبعا لكل اللي شاركوا معنا في مصابقة المراجعات النتيجة هتكون خلال اسبوع فتابعونا عشان الحلقة اللي جاية او اللي بعدها بالكتير اوي هنكون بنقول للفائزين مبروك احداث فيلم كيرا والجن بتبدأ سنة 1906 مع حادث الدن شوائي عشان نشوف الحلقة اللي كانت فيها مصر ايام الاحتلال الانجليزي وازاي اشتعلت نيران المقاومة بنطير بعد كده بسرعة لسنة 1919 عشان نشوف احمد كيرا الطبيب المصري اللي بيقود مجموعة صغيرة نشطة في مقاومة الاحتلال الانجليزي واللي طريقهم اثناء ثورة 19 بيتقاطع مع عبدالقادر الجن عشان يكونوا شراكة اقوى واشرص في تنفيذ العمليات ضد الانجليز اللي بدورهم بيكلفوا الضابط الانجليزي هارفي بتتبع وقمع المقاومة وبنتبع مع بعض الصراع ده عبر عدد من السنين علشان نشوف في النهاية مين اللي حينتصر حاجة في منتهى الغمود فيا ترى ايه اللي حيحصل كيرا والجن فيلم مصري ملحمي بيتناول المقاومة المصرية في وجه الاحتلال الانجليزي في مسج متقن جدا ما بين التاريخ والدراما يعني قصتنا مليانة احداث حقيقية تاريخية حصلت فعلا وبتستخدمها كمحطات لرحلة الكفاح بتاعت كيرا والجن واصدقائهم رحلة مليانة كل حاجة نحب نشوفها في اي فيلم سينمائي اكشن واشتباكات من كل نوع ممكن متردات والعب ذكاء ما بين الطرفين المصري والانجليزي تراجيديا وتضحيات محطمة للقلوب كوميديا وفكاهة واجواء لطيفة بشكل متزم رومانسية وقصص حب بتعدي بكل المصاعب اللي ممكن نتخيلها ومفيش اي زاوية من دول بتطغى على الزوايا الاخرى هل دا معقول؟ تاريخ وكفاح ورومانسية واكشن وكوميديا ودراما هل معقول دا كله يتحط فيلم واحد وياخد حقه؟ اه معقول لما تدخل السينما الساعة 12 وتخرج الساعة 4 يبقى معقول دا طبعا بحساب الاعلانات والبريك والفشار والحاجات دي يعني بس برضو ضروري نوضح ان الفيلم طويل جدا وانا مش قصدي اقول كده بالمعنى السلبي ولا بالمعنى الايجابي الحقيقة الفيلم مش ممل وزمنه الطويل مدايقنيش بس في نفس الوقت مساهمش قوي في علاج عيوب الفيلم واللي هقول لكم عليها كمان شوية صغيرة بس نفتكر نعمل لايك للحلقة ونشترك في القناة لو ما كناش مشتركين ما بحبش موضوع تحديد عدد معين من اللايكات للناس دا انتوا وزقكوا فاجئوني بقى كيرا والجن ممكن يكون اصعب فيلم الاحمد مراد ومروان حامد على مستوى التعقيدات الانتاجية ولكنه بكل تأكيد ابسط فيلم للكنين على مستوى القصة ما فيهوش الالغاز المرعبة بتاعت الفيل الازرق والفيل الازرق اكنين ما فيهوش المحتوى الصادم بتاعتراب الماس وبكل تأكيد ما فيهوش التعقيدات الفلسفية بتاعت فيلم الاصليين قصة عادية عن فريق من ابطال المقاومة ولكن مش شبه اي حاجة شفناها قبل كده الشخصيات بتاعتنا ليها بناء معقد وان كان بشكل متفاوت وده قرار جيد لان بكل تأكيد مش هكون مهتم بالتاريخ الكامل لعشر شخصيات مثلا الاهتمام واضح جدا بتفاصيل المرحلة الزمنية للاحداث بتدور فيها الاكشن جيد جدا ومتنوع وكتير التصور بتاع الاحداث التاريخية مرجع بصري رائع اول مرة نشوفه لحاجات قرناها كتير في كتب التاريخ بس الحقيقة مش دي اكتر حاجات لفتت نظري اكتر حاجة لفتت نظري هي احترام الفيلم الذكاء المشاهد وخصوصا على مستوى الجانب الانجليزي يمكن ده يكون اكتر فيلم مصري تناول جانب الاحتلال الانجليزي زي ما يكونوا بني قدمين عندهم مخ بيفكروا بيخططوا بيحققوا وبينصبوا مكائد خصم صعب حقيقي وان كان بكل تأكيد حقير تخاف وتقلق منه وتترقب خطوته الجديدة في الصراع بتاعنا كل افراد الجانب الانجليزي من اكبر راس لاصغر راس شكلهم انجليز بجد ولما بيتكلموا بيتكلموا انجليزي بريطاني بجد وحسب مساحة كل دور فيهم الاداء التمثيلي جيد بجد انا عارف ان الحاجات اللي بقولها دي في العالم الطبيعي مش مفروض تكون انجازات بس بالنسبة لنا احنا اللي شفته في فيلم كيرا والجن ده يعد من افضل ما شاهدت في تناول اي فيلم مصري لأي جانب اجنبي قبل كده حاجة كده بترفع سقف الجودة لحد نقطة المنطق اه والله اللي كان بيتقدم قبل كده اقل من المنطق بس هولي كان عندنا حنعمل ايه وبعد فرش مصرح الاحداث بتاعنا في العالم المنطقي الغريب ده دخلنا في فصول رائعة من الاحداث خطط وعمليات ونتائج متفوتة طبقات عملت الضاف على كل الشخصيات المهمة سيناريوهات معقدة ولكنها محبوكة بشكل جيد جدا دوافع واضحة بتأدي القرارات حرجة والنتائج مش دايما متوقعة الايقاع يكاد يكون مثالي سريع في اغلب الاوقات وبنهدى في الوقت المناسب عشان نتأمل شوية نتواصل اكتر مع شخصياتنا نحط نفسنا مكانهم ونفهم قراراتهم اللي جاية حقيقي انا مش قادر اشرح قدي ايه انا كنت مبسوط بتجربة مشاهدة فيلم كيرة والجن لحد نص الفيلم متخافوش مش هقول ان في نص الفيلم التاني كل شيء انهار بس فيه شوية حاجات تراجعت ومش كل حاجة طبعا درجة الاحكام في سيناريوهات الفصول بتاعتنا ريحت شوية مش كل القرارات بقت مفهومة قوي بقى فيه ملاءمات بتدفع الاحداث في اتجاهات معينة وبالتبعية بقى سهلة اوي نتوقعها وعملية التاريح دي كملت معانا بشكل متصاعد وصلنا معاها لنقطة فجوات المنطق ومع المشاكل دي الايقاع هو كمان ترنح حسيت بوجود قفزات حتى في الاحداث اللي زمنيا متربطة طبعا انا معرفش اذا كانت المشاكل دي موجودة في رواية 1919 المأخوذ عنها الفيلم ولا لأ لاني مقاردش الرواية بس دا مايفرقش اوي لان نقل اي رواية الفيلم سينمائي بيكون بمثابة فرصة تانية لو عندك شوية صواميل محتاجة تتربط لو عندك بعض الزوايا الجدلية اللي ممكن تتجنبها خالص لذلك انا مش عاوز اقل القوي في قيمة المشاكل دي وفي نفس الوقت مش عاوز ابالغ فيها خصوصا وان كان ليها مكافآت جيدة جدا على مستوى التأثير العاطفي ومسرح الاحداث بتاعنا استمر على نفس مستوى الجودة من اول لحظة لاخر لحظة التجربة البصرية الرائعة اللي مليانة لوحات لوحات تبسط ولوحات تحزن ولوحات تصدم مشاهد اشتباكات مقنعة ومتنوعة بعيدا عن تقم الروسيات بتاع احمد عز مراعاة تفاصيل المرحلة الزمنية في مشاهد الاشتباكات والمطاردات والاكشن امر يستحق التحية جدا كذلك ما تم استخدامه من مؤثرات بصرية وخصوصا في المشاهد اللي فيها مجميع كبيرة او المشاهد اللي ليها عمق بعيد الملابس وتنوعها يا خبر ابيض على الجمال موسيقى هشام نزيه العضو الاحدث في اكاديمية فنون وعلوم السينما الامريكية الف مبروك يا دود مفيش جديد نقوله بخصوص موسيقى هشام نزيه يا جماع كالعادة حاجة تعلم معاكو وتأثر فيكو وترفع من شأن اي مشاهد الاداء التمثيلي متفاوت ما بين جيد جدا وممتاز على مستوى جميع الشخصيات عاوز اخص بالذكر سام هازلدين في تكسيد اول ضابط انجليزي في السينما المصرية يدينا سبب اننا نفضل فاكرينه رزام جمال في دور ايميلي والاتقان المبدع في اللغة واللكنة واللغة واللكنة مش الحاجة الوحيدة اللي هي قدمتها في الدور يعني حقيقي بتجسد شخصية متميزة باداء جيد جدا سيد رجب اللي كنت خايف انه دوره يطلع صغير ولكنه طلع مهم ومؤثر ومعقد بطريقة ما يقدرش يجسدها الا سيد رجب احمد مالك علي قاسم هدى المفتي جيدين جدا احمد عز بكل تأكيد افضل اداء ليه على الاطلاق اتقنوا المشاهد الاكشن والحركة شيء مش غريب عليه مشاهد الشقاوة الرومانسية برضو تعتبر ملعبه بس كان عنده بعض التحديات الصعبة في عدد من المشاهد صاحبة التأثير العاطفي العالي جدا واتصور انه كان من اهم ادوات نجاحها ميال شوية برضو اني اقول ان ده افضل اداء لكريم عبدالعزيز على الاطلاق المجهود اللي بدله عشان يتقن المشاهد الحركية اتصور انه اعلى من المتوسط العادي بتاعه وبرضو كان عنده عدد من المشاهد الصعبة وبرضو كان من اهم ادوات نجاحها اما الاداء الافضل في الفيلم على الاطلاق ففي رأي الشخصي صاحبته هي هند صبري ومع ذلك مش عاوز اقول انه افضل اداء ليها هند صبري ممكن يكون في تاريخها بعض الاداءات اللي ما عجبتنيش قوي ولكن وهي في العادي بتاعها افضل من الباقي وبمسافة انا وانا بتفرج على التريلر ما تخيلتش اني ممكن اتعلق بشخصية دولة اللي هي بتجسدها بس اللي هي قدمته حتى في المشاهد البسيطة جدا خلاني اهتم بشخصيتها من البداية للنهاية وخصوصا قرب النهاية لما شخصيتها عدت ببعض المطبات في المنطق سيناريوهات كان صعب علي اشتريها ولكن هند صبري كانت على وشك انها تبع هالي كيرا والجن عمل ملحمي محترم جدا كل عناصره الفنية والتقنية في اعلى مستوى كذلك تصميم الشخصيات والاداءات التمثيلية من الجميع تحية كبيرة يستحقها الاخراج والسيناريو بكل تأكيد على كل ما سبق نصنا التاني في بعض المشاكل اثرها محصوص جدا وخصوصا مع طول زمن الفيلم ودي برضو مسئولية يتحملها الاخراج والسيناريو وعموما برضو مش عاوز اكبر موضوع المشاكل ده كيرا والجن في اسوأ اوقاته يظل افضل بكتير من المتوسط العام لاوقات الافلام المصرية المشابهة تقييمي لفيلم كيرا والجن هو 8.5 من 10 وده تقييمه امام نفسه مش امام اي فيلم اخر مصري مشابه مناقشة الحلقة ما هي افضل الشخصيات صاحبة الجنسية الاجنبية اللي شاهدتوها في السينما المصرية ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شيروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وبي باي